موسيقى السلام عليكم تتمنى تكونوا على خير وبخير مرحبا بكم معايا في قناتي قناة سوما شانيل اليوم جيت نظر على واحد المادة سمغية هي افرازات واحد شجرة وهي لوبين لوبين الذاكر رائع البشرة وهو فوائده كثيرا هانتو ما شوفو كيفاش داير هو فاتح هذا سلطنة عمان كان واحد تكون بني تكون اليمن هذا السلطنة عمان هذا هو اللي مزيان لما الدرجة الاولى تكون ميل باج يكون اه اصلي مزيان وتكون فوائده كثيرة بزاف هاي تشوى العب اللي فيه انك صعب باش تلقي الاصلي كاين بزاف تتشريه وتتعاودي تتلقيه مزور تقولك هذا هو لوبين الذاكر ولاني فاش تتجيبه وتتبغي تصوي به الوصفة تصدق ما شوى في واحد الرائحة غذالة واحد الرائحة هو اصلا بخور تتبخري به ولاني هو رائحة دياله زوينة وممكن كيلي تياكل وممكن تياكل انسان حبه لاني ما يكتر لانه عنده فوائد داخلية على الجهاز الجهاز الهضمي والقولون العصابي والجهاز العصابي كذلك انتم كما تتشوفوا المهم هذا هو الاصلي باش تفرقوا ما بين الاصلي حتى شكاين المغشوشة هاد اللوبين الذاكر تصلح جميع انواع البشرة وهو تصلح كذلك لأي نوع من المشاكل ديال البشرة يعني البشرة اي مشكل في البشرة هو تصلح الحب الشباب الكلف لتوحيد اللون والتجاعد خصوصا البتجاعد التجاعد اللي ستكون رقيقة على الظهرت تتحسب البشرة بحل ديالها ليفتينج يعني بحلي مجبدة بحلي مجبدة تجاعد تحارب تجاعد خصوصا ذاك الخطوط تلقيقة اللي تتكون حدا العين تتكون حدا حدا الفم هادك تصلح لها يعني مليون في المياه حسن من اي كريم غالي هو حسن منه وكذلك الناس اللي تيعانيهم السميرر البشرة هو وارا تيعطي واحد باياد رائع تيعطي باياد وتيرطب البشرة المهمة غير لك لكن عندنا الاصلي ما نخافوش منه استعملوه بعيننا مغمضين هو تيتباع بالقرام عند اللي تيبيعوه المواد اللي تيجيبوه من الحاجة تيجيبوه حتى هو تيكون عندهم اصلي وكذلك تيت توجد هاد لوبان الذاكر تيت توجد على شكل زيت تيقطروه في الناس اللي مختصين فيه تيقطروه وتيخرج منه الزيت 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 اقل ما يوقل عنه هذا ما ما رائع رائع بزاف واستعملته كثيرا استعملته كثيرا هو غير تتشميه تتشميه الناس اللي تيكون فيهم الارق غير تتشموه بالليل تتحارب الارق لكن عندك صداع في راسك يعني شقيقة تدهني شوية في قدام في الجابين في الجوانب الجابين تدير واحد شوية المساش تدور شوية المساش تحرق في البلاسة تيمشي وكذلك نجبت لكم هذا ممكن نخلطه بين شوية زيت لوبانتاكا و شوية ديال زيت ديال اللوز الحلو وتندهنه في الليل تيعطي واحد نظارة رائعة وترطيب البشرة عميق مع زيت اللوز تنخلطه شوية من زيت لوبانتاكا شوية من زيت الحلو وتنضير واحد المساش بالليل وفي الصباح تنقصله يعني اللي اللي قد زيت لوبانتاكا راها غزال زع ما غيشري ما يتردد شباتاتا لان فوائده غزالة و هادو راهم واحد المواد مهم يعني البشرة ديالك تحتاج اي حاجة إلا تبعتي لهذا النيضام ديال لوبانتاكا مع الزيت و زيت اللوز الحلو تولي بشراخ زالة بحل ديال الأطفال داباين الله معايا مشيوا الكوزينة نحضروا المنقوع ديال لوبانتاكا نوريكم بطريقة كيفاش جياله هنا يتل ناخده قرعات تكون منطفة ومزيان هادو نضيفه نديرو فيها حبات من لوبانتاكا ثمان معي القاولة هذا قليل لانه غدا نحتفظ به استمانة في التلاجة نضيفه عليه لما طيب نضيفه لما طيب نضيف شي حبات نضيفه 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 ينظروا دابا ما صافي ولا أنه سوف يدوب هذا هو اللي تيكون لوبانتاكا زي ما أصلي سوف يدوب في يدوب نحرك نفرق شوية انا بقى تغير لون المليال او بداي تغير اه شفته مبقى المسافد يطلق هذا يعني اصلي اما الاخر المغشوش اما تطلقش يطلق مدة طويلة سوف نجعله يبات حتى نغد لها اصبحنا في الصباح يطلق الحليب وتتكون في الكشكوشا قوية هذا من المسائل التي تسميز لبنط داكر الأصلي سيطلق الكشكوشا قوية يطلق الحليب ممكن نستعمله في هذا البخاخ عند طريقة الاستعمال سوف نقوم في هذا البخاخ نقوم برشوه مثلا على طول النهار ولكن انا لا تنفضل هذا البخاخ لانها تطلق ثلاثة المرات تتشد لان هذه المادة الصمغية سوف يحبس لا تطلق الحليب لا تطلق الحليب من الأفضل نأخذ قطن ديسك و نضيف و نبقى ندوز على البشرة و ممكن نستعمله كمادات العيون لتتعاني من انطفاخ و الخطوط الرقيقة للفوق الجفن و كل شيء يعني مزيان تلعيني اضافة اضافة ممكن نأخذ هذا المادة و نضيف الكريم في كسرونة و نضيف الناشا مع عرقة كبيرة الناشا و نخلط و نضيف كريم بانتاك كريم رائع كريم لنطول عليكم في الفيديو انتم ترى القوام كيف يكون كريم نأخذ من النوع الكمية و نضيف و نبش و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف قوماش لنقن و نضيف و نضيف بطريقة دائري و نضيف و نضيف نضيف و نستطيع أن ندهن وجهه يمكنك أن ندهن وجهه يمكنك الزيت اللوبان و زيت اللوس و لا ندهن بأي زيت أو كريم أو كريم إذا كان هذا هو فيديونا أعطيكم مراجعة عامة هذا البخاخ من قول لوبان تاكر يمكن أن نستعمله طول نهار و هذا الكريم نستعمله في المساء نستعمله و نضع طبقة كثيفة و ندهن طبقة و ندهن قوماج من بعد أن نضع الكريم نخلط ما بين زيت اللوز و زيت لوبان تاكر و ندهن المساج لبشرة و ندهن حتى للصباح كانت هذا الروتين غزال البشرة يعني بشرة رطيت بابحة للأطفال و بشرة مقية ما فيها لحب شباب و لا كلف و لا تصبغات نتمنى يعجبكم الفيديو دروا اشتراك و لايك و تسنة و الجديد دائما و شكرا على المشاهدة مع تحيات سوما شانال